شوفوا هاي القبور كله شوف نص ماتر دفن ويقل لك دفن شرعي وعدنا مختسل يعيش ذو ضحايا كورونا صدمة كبيرة مع نعوش مفقوديهم التي تم دفنها من قبل عناصر في ميليشيا الحجد في المقبرة الوحيدة التي خصصت لدفن موت كورونا في محافظة النجف بناء على توجهات المرجعية ذو المتوفين بدأوا بعمليات نقل الجثامين إلى مقابر عائلتهم بعد صدور قرار حكومي يسمح بذلك القرار الذي كشف عن عمليات الدفن العشوائية والتي جرت في هذه المقبرة فيما لم يجد حتى علامات لمساعدتهم في تحديد قبور ذويهم فضلا عن طرق الدفن غير الشرعية أو الخاطئة واني اخوي ادنان حفروا القبر مالته لقوا بنيلون اسود وبدون انتفن ما انتفنينه هذا اللي قاله شرعي وانتفن ونخلي خرزجة واللسان ونخلي تربة بدون انتفن اخوي بدون انتفن لم تكن طرق الدفن هي المشكلة الوحيدة هناك بل انه في العديد من الاحيان لم تعثر العائلات الا على نعش فارغ داخل القبر لا سيما بعد انتشار مقطع مصور لشباب غاضبين يبحثون عن جثث ذويهم التي اختفت او دفنت بطريقة مخالفة لتعاليم الشريعة الاسلامية ميليشيات الحجد بدورها حملت دوائر الصحف المحافظة مسئولية ذلك فيما اكدت ان من اسمتهم بالمتطوعين التابعين لها يقومون بالدفن بحسب الاسماء المرفقة مع كل جثة موجة الغضب التي اثارتها عمليات نقل الجثث ادت لقيام ذوي الموتى بتحميل المرجعية وميليشيات الحجد والمعممين والحكومة مسئولية ما جرى لذويهم في مقبرة كورونا في النجف اذ ان المقبرة كانت تحت اشراف ميليشيا الامام علي والمرجعية اما المراقبون فقد اكدوا ان تلك الجهات تقوم بالتربح من دفن موتى كورونا حيث تحصل على ثمانية ملايين دينار مقابل دفن كل متوفن لتتحول بذلك عملية دفن موتى كورونا الى تجارة مربحة تديرها الميليشيات في العراق